سكان حي نايفة طالبوا بإنشاء جسر مشات أمام مدرسة نايفة الثانوية للبنات للحفاظ على سلامة طلابها من الحوادث المرورية نحن سكان الهاشم الشمالي حي نايفة نطلب من الأمانة وإدارة السير أن تأتي وتراقب هذا الخط عشان تشوف مدرسة نايفة شو في عندها حوادث شو في عندهم مشاكل عند الطلاب ما فيه جسور ما فيه نفق مديرة المدرسة رماح القدومي بيّنت للحقيقة الدولية خطورة موقع المدرسة على إحدى الشوارع الرئيسية مشيرة إلى أن عدد طلاب المدرسة يزيد عن ألفي طالب وطالبة مدرسة نايفة الثانوية مدرسة كبيرة مدرسة تضوم فترة تين كل فترة يوجد فيها ألف ومئتين طالب فترة أساسية من الصف الأول وحتى الصف السادس ألف ومئتين وفترة ثانوية من الصف الأول السابع وحتى الثاني الثانوي كمان ألف ومئتين المدرسة على شارع رئيسي مكون من سايدين ذهاب وإياب إحدى معلمات المدرسة المشرفات على لجنة المرور التي تنظم خروج الطلاب عند انتهاء الدوام وتساعدهم على قطع الشارع أكدت عدم وجود حل جذري إلا إنشاء جسر للمشاء أمام المدرسة لضمان سلامة الطلبة أهم شيء ممر مشاء أنا باقترح هذا هو الحل الوحيد لأنه الشارع التارة في المدرسة على شارع رئيسي ما في أي حل تاني فلازم فيه ممر مشاء بعد الموافقة على إنشاء الجسر من قبل أمانة عمان الكبرى تم تعطيل عملية الإنشاء من قبل أحد المسؤولين في الأمانة بحسب ما قاله مختار حي نايفة محمد حجاج قمنا بكتابة السدعة إلى معالي أمين عمان الكبرى مشان جسر معلق مشاء حوالي 300 اسم موقعين من ضمنهم مدرسة نايفة سنوية للبنات ولكن طرقنا جميع الأبواب ووافقوا عليها معالي الأمين ومن ثم وقفوها الأمانة بين الموافقة والرفض سؤال يبحث عن إجابة أيهما أغلى جسر المشاء أم أرواح أبنائنا